نضم إلينا من تونس سوفيان رجب رئيس تحرير جريدة الصباح أهلا بك أستاذ سوفيان بداية يوميا تحبط سلطات تونسية محاولات للهجرة غير الشرعية كيف يمكن السيطرة على تلك الأزمة التي تتفاقم وتعاني منها تونس بالفعل أن مكان تونس الاستراتيجي وهي بوابة أوروبا وهي يعني بوابة أوروبا وبوابة أفريقيا تجعل منها معبر للهجرة من الجنوب إلى الشمال الإمكانيات وتوفرها للأمن التونسي ويخفر السواحل التونسيين هي إمكانيات بسيطة وإمكانيات يعني عادية وعادية جدا وما على الضفة الشمالية وخاصة إيطاليا وإسبانيا وفرنسا إلا تمكين تونس من الإمكانيات التي تمكنها من السيطرة فعلا على حدودها البحرية ومن السيطرة على موجة الهجرة غير النظامية التي تنطلق من إفريقيا ما جنوب الصحراء ثم ليبيا ثم تونس حيث تحولت تونس منذ سنوات إلى معبر نحو القارة الأوروبية وعلى تونس أن تفاوض بشكل جيد وتستغل هذه النقطة أقول تستغل هذه النقطة حتى تتمكن من توفير الإمكانيات وحتى تفاوض من حصول على مساعدات أوروبية أجل أن تكونها بالفعل حارس للحدود الأوروبية نعم كيف يمكن لتونس أن تحقق هذه النقطة تحديدا في حين أن هناك طلب من إيطاليا بأن يقدم دعم لتونس من صندوق النقد الدولي من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية التي تتم من خلالها أو عبر بوابتها إلى أوروبا فكيف يمكن لتونس أن تحصل على هذه الأشكال المختلفة من الدعم من أجل المساهمة في وقف الهجرة غير الشرعية؟ الإمكانيات الأحيادة هو أن يوافق الإتحاد الأوروبي على مطالب تونس وهي أصبحت مطالب مدعومة بشكل كبير من الجانب الإيطالي المتضرر أول من الهجرة من تونس على الإتحاد الأوروبي أن يعلم جيدا أن مصالح ترتبط بتونس على الإتحاد الأوروبي أن يعلم أيضا أن الهجرة من تونس نحو إيطاليا هي خطوة أولى ثم من إيطاليا ستكون هجرة نحو دول أوروبية أخرى مثل ألمانيا مثل فرنسا مثل بورتيغال مثل غيرها في المدة الأخيرة انضمت بورتيغال وبلجيكا إلى الطلب الإيطالي بدعم تونس وهو دعم ضروري لأن تونس ليس لديها الإمكانيات المادية واللوجستية حتى تكون بالفعل الحارس على الحدود وبالفعل هي مهمة يعني حراس الحدود الأوروبية هي مهمة وليس بالعيب أن تطالب تونس في حقوقها من أجل حماية هذه الحدود نعم لكن أيضا تونس تحتاج إلى دعم من الدول القريبة منها والدول الإفريقية لأن عدد كبير من هؤلاء المهاجرين بشكل غير شرعي هم من الأساس من دول إفريقية أخرى فبالتالي تونس تحتاج إلى دعم هذه الدول لا أعتقد ذلك لا أعتقد أن دول الإفريقية يهمها جيدا بالعكس هي دول الإفريقية يعني يمكن تججع في الهجرة حتى تخفف من الضغط الاجتماعي حتى تخفف من نسبة الكثافة السكانية العالية لديها يعني دول ما جنوب الصحراء يعني دول إفريقية تحت الصحراء هي لا أعتقد أنها معانية بشكل كبير بالهجرة نحو تونس ثم من تونس نحو أوروبا بالعكس يعني هذه الدول يمكن أن تكون هي المستفيدة الأولى من موجات الهجرة حتى تخف عليها الضغط الاجتماعي لكن مؤخرا أطلق المرصد الوطني للهجرة بتونس منصة خاصة بالنظام الوطني المعلومات حول الهجرة ما مادة أهمية إطلاق هذه المنصات وكيف يمكن الاستفادة منها من جانب المواطن التونسي هي تهم بالشكل يعني الذين نجحوا في الوصول إلى تونس والذين نجحوا في الوصول إلى تونس ثم فشلوا في مغادر تونس يعني هذه الإشكالية أنهم أصبحوا يمثلون عبءا لا أقول ثقيل لكن عبءا غير محتمل تقريبا من ناحية الاجتماعية ومن ناحية المعاشية حتى لا لتونس ولا للمهاجرين أنفسهم يعني هذه المنظومة أو هذه التطبيقة هي لمجرد وضع معلومات لتحديد العدد المهاجرين لتحديد هوياتهم يعني عائلاتهم كم لديهم من أطفال وضعهم الصحي يعني هي تطبيقة للمعالجة الاجتماعية للمهاجرين في دونس فقط لا غير نعم مفهوم أستاذ سوفيان رقب رئيس تحرير جريدة الصباح شكرا جزيلا لك